اهلا انا سهلا بيكو حبائبنا متابعين القناة كهربائي عبقرينو في كل ماكين ان شاء الله هنشرح مع بعض النهاردة تبدال بطارية كشاف التوارئ الليد اه طبعا الكشافات دي بتحتوي على بطاريات الليد اسد اللي هي البطاريات السائلة يعني او البطاريات بيسمى البطاريات السائلة او البطاريات الجافة والبطاريات عمرها اللي فتراضي بيبقى ليل جدا زي ما احنا عارفين اه اغلبها بتوب بنفس الشكل دوت بنفس الشكل ده كده بالزبط هي بطاريات اه اربعة فولت بنفس الشكل ده كده فطبعا احنا ان شاء الله قرنا ان احنا نستغنى عن البطاريات دي ونقوم بتركيب بطاريات سواء بطارية بطارية تليفون سواء بطارية تليفون زي كده او من الشكل ده سواء بطاريات تليفون بالشكل ده. او بطارية آآ آآ تمتاشر ستمائة وخمسين آآ بالشكل دو. فاحنا نقررنا ان احنا نستبدل البطاريات دي باي من سواء البطارية دي او البطاري. طبعا عشان نبتدي موضوع دوت هنحتاج معنا آآ عدة حاجات آآ اولهم هنحتاج آآ شاحن شاحن تليفون وهنحتاج بيوز وهنحتاج ايضا آآ دايرة شحن بطاريات الليسيام دي او دية آآ اربعين ستة وخمسين الدائرة دية بتشحن آآ البطاريات سواء آآ بطارية التليفون او بطارية آآ التمنتاشر ستمائة وخمسين من النوعية دية اي لون هتشحنها طبعا الدايرة دي ليها دخل نواته بتشحن مسلا عن طريق شاحن التليفون الدخل بتاعها ببقى خمسة فهنحتاج معانا شاحن تليفون هنحتاج معانا شاحن تليفون عشان نبتدي نوصله لدايرة الشاحن نوصل الشاحن بدايرة الشاحن وبعد كده ناخد الخارج بتاعه نوصله الخارج بتاع دايرة الشاحن ديت نوصله بالبطارية سواء دي آآ او ديت خلاص احنا استغنينا عن البطاريات ديت وعشان نفعل موضوع ان احنا آآ الكشاف في حالة آآ توصيله بالطيار آآ لا يعمل وفي حالة انقطاع الطيار الكهربائي فيتم اضاءة كشاف الطوارئ اوتوماتيك فهنحتاج في الحالة ديت خمسة آآ بولت آآ سواء اربع رجل او خمسة رجل آآ الاربع رجل او خمسة رجل بجانب هنحتاج عشان خاطر سيفتي آآ في حالة دخول المتين وعشرين او حدوث فيها اي مشكلة فيبتلي تفصل يعاني الشاحن عشان ما يدرش معانا آآ الدايرة هنبتلي مع بعض دلوقتي نفتح الكشاف بعد ما فتحنا زي معكم شايفين كده الكشاف هنجد ان الكشاف متكون من اتنين بطارية آآ آآ البطارية الواحدة اربعة بولت البطاريتين متوصلين مع بعض على آآ التوازي تمام حاليا الكشاف لا يعمل زي محاكم شايفين الكشاف ما فيش فيه آآ لا يعمل خالص البطاريات تلفت آآ بوزت بمعنى اصح آآ هنيجي هنا نبص لعرض الليدات هنجد ان هو الصف الواحد في عشرين ليد في تلاتة فبالتالي هو ستين ليد آآ ومشاء الله لما كانت شغال كانت الاضاءة بتاعته آآ قوية هنبتدي دلوقتي آآ نقوم بفك الكشاف ونوعد لحضراتكم احنا هنقوم بعمل ايه هنستغنى عن الدايرة ديت. تمام? دلوقتي احنا عندنا في طرفين اللي اربعة بولت اهم اللي هو السلك الابيض والسلك الاحمد زي محاكم شايفين دول الاربعة بولت اللي جايين آآ البوردة بتاعة الشحن او اللي خارجين من بوردة الشحن عشان قواتر يشحنوا البطارية فبالتالي احنا هنقوم بآآ فصل كل هذه آآ الدايرة وهن هنستخدم معنا الجزء بتاع الشاحن ده هنبتدي نفصله من البطارية من الدايرة ونبتدي نركبه آآ هنا هوت مكانه ونستخدم المفتاح المفتاح هنا هوت لو جينا بصينا هنلاقي ان المفتاح ده لو احنا هنستخدم عن المفتاح دوت فممكن نستخدم المفتاح ده عشان هو اكسر سهولة في الاستخدام فهنلاقي فيه تلات اطراف تلات اطراف اهم الاسفر والازرق والاسود دول اللي هنستخدمه وهنبتدي نفس الكلام ده كله وعندينا هنا هوت البطاريات متوصلة آآ على آآ اعمدة متوصلين على التوالي كل آآ طرف متوصل على التوالي وفي الاخر متجمعين كلهم مع بعض فبالتالي احنا هنبتدي نفس العارفين هنا هوت هو هنا كتب لنا الموجب كتب لنا السالب بالتالي احنا آآ خلاص عرفنا احنا هنشتغل على ايه اللي احنا محتاجين دلوقتي الطرف الموجب والطرف السالب بتوع تغذية الادات وهنبتدي نستبدل المجموعة ده كلها هبتدي افك الجزء الاجزاء دي كلها خارجيا وهبتدي وارجع على حضراتكم هوريكم الشغل آآ تم ازاي والشغل آآ اعملي مع حضراتكم كده احنا آآ استخدمنا آآ الاجزاء اللي احنا عايزينها بس فقط خدناها اش اللي غير الادات وخدنا الجزء اللي قلت را حضراتكم عليه اللي هو خاص بالسوكت زي ما حاكم شايفين كده هو بتاع الشحن تمام بتاع الشحن تمام آآ اصبح حاليا عندنا اللي ما نبتدي نمسك الدايرة ونبتدي نشرحها هنبتدي دي ده المفتاح اللي كنت بقولها على حضراتكم عليه اللي هو المفتاح بتاع اللي هو مربوط بالحبل تمام انا طبعا عشان وقت الفيديو كراوت انا اختصرت الموضوع ووصلت وبعد ما وصلت هرجع مع حضراتكم وهنبتدي نشرح لحضراتكم انا قمت بايه آآ اولا انا استخدمت زي ما قمت لحضراتكم السوكت بتاع الشحن السوكت بتاع الكشاف الاصلي اللي انا قمت لحضراتكم اهو تمام بعد ما استخدمت الجزء دوت حطيت هنا كفيوز على دخول المتين وعشرين اصبح الفيشة عندي اهيه ده كده متوصل فيه اصبح اهو متوصل اهو تمام استعملت ودل فيش اهي تمام هنا الدخول المتين وعشرين اصبح هنا هوت عندي فيه هنا هوت ركبت فيوز ده الجلاب بتاعه انا هحاول برضا اولي حضراتكم ده فيوز عادي واحد امبير مسلا ما فيش منه اي مشكلة عشان خاطر لو لقدر الله حصل اي مشكلة في الشاحن فما يدور رناش فيبتدي يفصل اه الفيوز تمام بعد ما جبت الشاحن خرجت منه الخمسة فولت تمام اهم ادي الموجب بتاع الخمسة ودي السالب بتاع الخمسة تمام كده او ادي الموجب الخمسة وسالب الخمسة دول خطهم من الرجلين بتوع يعني جبت الابوميتر واست هنا هوت لقيت هنا الخمسة السالب والموجب اهم طيب لو انا عندي الشاحن اللي معايا انا بكابل زي اللي كان معايا في الشرح الاولاني فهبتدي اخد من الكابلة على طول مباشر اه الخمسة بولت اه الخمسة بولت تمام بعد ذلك كنت بتوصيل اه الخمسة بولت على الرجلين بتوع الدخول بتوع دايرة الشحن دايرة الشحن اهي اوضحها لحضراتكم اهي دا ما انتم شايفين كده مسلا دايرة الشحن اهي فابتريت انا دلوقتي اهو اكن الاسلاك التانية والاجزاء التانية مش موجودة ناخدها واحدة واحدة كده هوت بعد ما خدت الخمسة بولت ينوض دخلتهم على دايرة الشحن من اه اتجاه الدخول اللي هو الامبوت بتاعها الخمسة بولت ادي الموجب اهو تمام ودي السالب اهو ملكش داعوا بالطرفين التانيين دول انا هقول لحضراتكم دول بطوع ايه فيما بعد تمام ودي الخروج بتوع البطارية اهم مكتوب اه بطري موجب وبطري سالب انا وصلتهم هم بالبطارية تمام كده هوت بكز حضراتكم في اللي تنوضل بس مش هات حضراتك تركز في حاجة الوقتي لحد ما انا هشطح لحضراتك باقي اه طريقة التوصيل يبقى انا عندي دخلت الموجب وصلتوا على الموجب هنا هو والسالب وصلتوا على السالب في دايرة الشحن تمام اه بالمناسبة ما ينفعش اشحن البطارات دي بدون دايرة شحن ات بي اربعين ستة وخمسين ده متوفرة اولاين الالكترونيات خارج البطارية هو ادي الموجب والسالب تمام كده هو بالمناسبة في النقطة دي كده هوت عشان اشترح لحضراتكم من حتة دي هنا هوت انا عندي موجب وسالب دخول الخروج للبطارية تمام خلاص كده دي نقطة انتهنا منها بعدين انا واخد للدات من هنا يعني انا بعد ما وصلت البطارية نوت وبتشحن بس يا جماعة اكن البطارية متوسرة بالشكل دا اهو اكن هي البطارية هي تمام متوسرة يا نوت وبتشحن هنا بشحن تلفون طبعا التعويضا على سكت الشحن وصلنا الموجب هنا هوت والسالب هنا لخمسة بولت الدخول تمام واد الموجب تمام واد السالب اهم ولو انا عايز اخد اشغل حاجة ماينفعش اخد من هنا هوت لو البطارية لو دايرة لو البطاريات دي ما فيهاش آآ آآ من نزول الجهد بس طبعا بطارية تلفون زي دي فيها دايرة هنا هوت بتحمي من سوط الجهد فبالتالي مش مش اوريجنال لكن ممكن بطارية زي الليسيام دي ما فيهاش آآ حفز من النهية لو انت فضلت مشغلها فالجهد هينزل عن اتنين وسبعة من عشر فبالتالي هتفصل وبالتالي البطارية هتتلف فانا لأ انا هنا هوت ابتريت ااخد الحملة بتاعي منين من الطرف الاوت اللي هو الموجب والسالب يعني الطرف الاوت دا عليه الجهد بتاع البطاريات تمام بس بيعمل سيفتي في حالة ان الجهد نزل على دنين وسبعة من عشرة فبالتالي يبتدي يفصل يفصل البطارية وبتالي هنحافز على دا البطارية بتاعتنا ونبتدي نعمل لها اعادة شحن مرة تانية تمام كده اهو انا خدت الحمل اللي نهوت السالب اهو راح على السالب بتاع الليدات تمام كده طيب بعد ما انا خدت السالب ارجع بقى ابص الموجب طب الموجب دوت انا المفروض عايز اعمل آآ دايرة آآ عايز اعمل اركب الرلي بحيس ان الرلي يفصل آآ يعمل توصيل للدات في حالة انقطاع الطيار اللي هيا متوصلة في الكهرباء طيب هعمل دي ازاي طيب نبص نوت مع بعض كده هو انا خدت نوت ده مفتاح تشغيل وفصل ده انا جيت بسيت مسلا النقطتين اللي انا اخدهم دول بالقابو اشوفهم ولا اوبن نجيب مسلا وضع السفورة وابتدى اشوف النقطتين دول ايه نقطة السودة والنقطة الزرق دول اوبن يعني انقطتين دول مفتوحين تمام طيب انقطتين دول مفتوحين هبتدب عشان ادخل الرلي في الدايرة بتاعتي هعمل ايه هاخد الدخل اللي داخل من الشاحن لدايرة الشاحن هاخده هدخله على كل بتاع الرلي اللي هم الطرفين دول ادي طرف ودي التاني خلاص كزا ادي واحد ودي التاني انا هرسمها برضو لحضراتكم الدايرة هرسمها لحضراتكم رسم تمام كده هوت تمام في حالة ان مفيش كهرابة جاية ليه اه الشاحن فالنقطتين دول ايه اوبن يعني مفتوحين مش متوصلين ببعض النقطة دي والنقطة دي خلاص مفيش انهوت كهرابة دي موجود انهوت على الطرفي طرفي الرلي فاصبح ان النقطة دي والنقطة ديت اوبن مفتوحين فبتعلي الموجب ايه انهوت مقطوع يعني السكة دي كده مقطوعة مفيش جهد رايح ادي لو احنا جينا بصينا التوصيل بتاع الموجب ده اللي جاي هنا ادي اهو الموجب اهو جاي محطوط هنا ها تمام وطالع من هنا هوت بس هو مفتوح رايح فين رايح للمفتاح والمفتاح برضو انا دلوقتي انا فتحه لانه مش موصل اهو النقطة دي مش متوسلة بدي اهو ورايح للموجب اللي احنا قلنا عليه الاوت اللي احنا اشتغلنا عليه تمام كده الشرح يا جماعة سهل ان شاء الله اه عايزك اه تفهم مش تحفظ يعني يا ريت اللي انت تفهم انت بتعمل ايه افضل من انت تحفظ وتطبق اه الحاجة لا اه افهم انت بتعمل ايه عشان لو في اي حاجة قابلتك اه تعرف تعالجها طول ما انت فهمت هتعرف تعالج لو حفزت ممكن متعرفشتها لك تمام يا جماعة انا لوقتي الفردة الصفرة ديت انا مش عايزها اصلا مش هشتغل بيها خالص تمام كده نبتدي بقى نوصل ونورد حضراتكم ايه اللي هيحصل معي انا حاليا اهو انا لوقتي الليدات هي نورت زي ما حانكم شايفين قد الليدات هي نورت تمام انا الليدات معي ايه مورت طيب في الحالة ديت اللي كده ايه النقطة اللي هو محتوط عليها كده دي كده هي ايه متوصلة ببعضة لاني انا طالع بالموجب هو متوصلة ببعضة طيب اصبح انا هحط الفيشة اول ما هوصل المتين وعشرين اللي هيحصل الرليق فتح النقطة اللي هي متوصلة يعني هي في الاساس انا اياسي فانا قلت ان هي آآ لا هي متوصلين مبعض تمام بس انا لما دوس على المفتاح هنا فاصبح انا وصلت لو جينا بس هنا لتوصيلة المفتاح هنا هو تعويضا يعني احنا هنقص هنقص الفرد الصفرة دي مسلا احنا مش عايزينها الوقتي تمام مش محتاجينها خلاص يبقى احنا اشتغلنا على الصودة والزرق المفتاح عمتا يعني كده المفتاح معي مش هيشتغل الكشاف كده مش هيشتغل في حالة ان هو متوصل في الكهرباء تمام ودي ان هو الشاحن الشاحن هنخرج خمسة بولت راحين ندارة الشحن اه ردارة الشحن من ورا معايا احمر مجرد ما يتم انتلاق الشحن اه تبتلي اتنول معايا ازرق كمام كده هوت انا دلوقتي هفصل الفيشة مجرد ما بس جمعة انا حاليا هفصل الفيشة الخاصة بالتوصيل المتين وعشرين اللي وصلة للشاحن مجرد ما فصلتها الكشاف اللي دات نورت اهي زي ما انتم شايفين مجرد ما هوصلها كده هوت تالي هوصل المتين وعشرين يبقى الليه بيقوم بالدور دوت ان هو ايه يفتح ويقفل السكة بتاعة اللدات سكة الموجب اللي رايح للدات طب هو بياخدها منين بياخدها من آآ الشاحن لو جينا بس هنا لقيه ان هو واخدها من الشاحن او من دائرة الشاحن بس هو مش واخد من خارج دائرة الشاحن لأ هو واخد من الدخل اهو لان لو خدنا من خارج كده كده اصلا البطاريات متغزية وفي اه شاحن فهتفضل هيفضل شغال وفهمش هيقطع ويفصل لكن لما احنا ناخد من الدخل اللي هو المتين وعشرين فانا بالتالي باشتغل على الطيار اللي اللي هو الكهارابة العمومية بتاعة البيت فانا اهو مجرد ما فصلت اللدات نور مجرد ما هوصل الكهارابة اللدات فصل طب ايه اشرح او حضراتكم تاني كده بطريقة وجهزة بسرعة كده هحاول اجيب مسلا ورقة او قلم نسيبنا مسلا من الشرح كده هوت مثل نفس الكده انا هنا عندي اول حاجة المتين وعشرين تمام بعدين باخد المتين وعشرين وبحط نوت فيوز تمام اللي هو ده تمام باخد المتين وعشرين وتخش على الشاحن تمام تخرج من الشاحن كام خمسة بولت دي سي تمام هتروح على دايلة الشاحن التي بي اربعين ستة وخمسين التي بي اربعين ستة وخمسين التي بي اربعين ستة وخمسين هتاخد كام لخمسة بولتة هم تمام هم تصلوا هين تمام هناخد هيروح ان هو في هنا عندي كم طرف اربع اطراف تمام هنا في الموجب بتاع البطارية والسالب يبقى دول كده كده دول هيروحوا البطارية ماشي واحد سالب واحد موجب ده السالب هو وده الموجب بتاع البطارية موجب البطارية البطاريات متوصلين مع بعض زي ما احنا شايفين كده من حمول مع بعض تمام? طيب خلاص كده هنا جزء البطارية متاح طيب عند الجزء ده هنا في موجب الخارج بتاع البطارية انا مخطيهوش من هنا زي ما احنا اتفقنا والسالب خلاص دول هيروحوا فين? دول هيروح السالب ده هيروح لللد تمام? السالب هيروح للد خلاص الموجب هنبتدل السالب خلاص روح للد طيب نبتدل نشتغل بالموجب بقى الموجب هيخش على المفتاح تمام زي ما احنا شايفين اهو الموجب اهو لغل على المفتاح 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 تمام? هيطلع من المفتاح يوم رايح للنقطة هي هنبتد نقسها عشان نعرف هي مفتوحة اللي مقفولة في الرلي هي مقفولة يبقى هنروح للنقطة في الرلي تمام? ودي الرلي عندي هنا في رجل وهنا في رجل وهنا تحت في رجل وهنا في رجل ايه? انا مش هستخدم الرجل دي مش عايزة خلاص هبتدل استخدم الرجل يبقى عندي دي هتاخد سالب هياخد سالب منين بقى؟ من الخرج اللي هو ايه؟ السالب ده اللي هو بتاع خمسة فولت في سالب وفي موجب هنا الرلي هياخد جزء هياخد واحدة سالب طب الموجب هتجي منين؟ هتجي من المفتاح الموجب اقصد الموجب دي السالب تمام؟ الموجب بقى ديت الموجب دي هتجي منين؟ برضو من هنا تمام كده؟ لما نجي نبص لي بعد خلاص كده ده تغزية الكويل دول تغزية الكويل اللي هو هيخاء لما توصل له كهربا يبتري يفتح النقطة ديت هي ايه؟ النقطة دي بالنقطة دي دي لاني الشرح بتاعها كان مجيزي ومفيد جدا وانا مش عايز تاول وقت الفيديو بس هيحاول ايه اشرحها تاني احنا اخدنا احنا خدنا الموجب اللي راح على الدايرة بتاعتش التي بي اربعين ستة وخمسين دخلناها في الكويل هنا والنحية التانية في الكويل دي الكويل اللي هو فين؟ اللي هو دي تمام؟ ودي وانا عندي الكويل فين؟ قال الطرف ده والطرف ده لو تبدله ما فيش مشكلة تمام؟ والإفادة يعني ممكن نحط ضايد ونهوة عشان نحمي ايه؟ آآ نحمي الدايرة لو حصل اي مشكلة في الرليه آآ تمام؟ خلاص كده هنأخش بقى المفتاح اولا تلقى الجزء بتاع المفتاح اولا هيروح هنا هوا خلاص وهتوصل على النقطة ايه؟ اللي هي اللي احنا قلنا عليها دي تمام؟ وهيطلع منها يروح لفين؟ يروح لللد ده الموجب يبقى الجزء ده لو مش بان قوي بس ايه؟ يعني اتمنى ان يقول شرح التعوى واضح يعني يبقى احنا عرفنا ان الرليه هدي خمس رجول هدي رجل هنا دول الملاق دي ودي الكويل اللي هو واخده سالب مباشر والموجب واخده مباشر نيجي اللي تلع من الجزء اللي تلع الموجب بعد ما تلع من المفتاح راح لفين؟ راح للنقطة دي والنقطة دي تلع من ده خلق هو هنا عرف ليه؟ نقطة دي كلوز يعني دي كومن نقطة دي كلوز فيبتد راح على الموجب بتاع اللدات وتبتدى اللدات تشتغل تمام كده؟ يعني بتمنى من ربنا ان يكون الشرح ايه؟ اه وجيز وواضح يعني. اسف ان الشرح تشرح بطريقة يعني الجزء اللي تحت دوت ممكن يكون مش باين شوية. بس العملي لما تيجي تطبقوا ان شاء الله هتوصل بسهولة وما فيش صعوبة اه في الشرح اه ان شاء الله. اتمنى ان الشرح يكون عجبكم. واستفدتم معنا بالفيديو. وارجوا الاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد والمزيد من فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.